السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحابي أجمعين أهلا وسهلا جريت فور معكم مسهالة سعيد طبعا احنا بدأنا أول دروس بتاعتنا بدأناها ياريت تدخلوا وتشوفوا القناة وتتبعوا من أول حاجة واحنا دلوقتي ان شاء الله هناخدوا مع بعض لسن فور لسنينج اند ريدنج الاستماع والقراءة ربيت افتر مي بليز تي 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 شاي هاني 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 عسل شوفين مكونات أو مقادير كوكيز كاك محلة يعني فطيرة الشوفين شقة سكنية طبق مسطح مصري بريتش 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 بريطاني بيك 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 يخبز رسبي 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 وصفة الطهي ديزيرت 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 حلوة المرة القادمة مقلاة على حرارة منخفضة مربع متحمس أو منفعل يعني تصريف الأفعال عندنا regular وirregular regular يعني منتظمة يعني بزودها لكن irregular غير منتظمة اللي هي بغيرها ما بتبقاش الحالة الاعتيادية بتاعتنا بتبقى مختلفة تعالوا نشوفوا مع بعض عندنا في present والpast عندنا melt melted يضوب دابة add added يضيف أضافة slice sliced يقطع إلى شرائح قطع إلى شرائح rebent يعيد الدهان يعني هنا أعاد الدهان reclean recleaned يعني يعيد النظافة أعاد النظافة feel felt يشعر شعر feel felt say sad يقول قال Important expressions and prepositions التعبيرات وحروف القر الهامة repeat after me please talk together talk together talk together يتحدثوا مع بعضهم البعض say goodbye say goodbye say goodbye يقول وداعا أو إلى اللقاء a bit worried a bit worried a bit worried قلق قليلا taste good taste good taste good have some tea have some tea have some tea يتناول بعض الشيء try a little try a little try a little يقرب القليل what a great idea what a great idea what a great idea لها من فكرة رائعة slice into small squares slice into small squares slice into small squares يقطع إلى مربعات صغيرة stir will stir will stir will يقلب جيدا listen read and trace يعني استمع وإقرأ وتتبع talia learns to love lab jacks يعني talia بتتعلم أن هي تحب الفطور talia and suzanne are good friends يعني talia و suzanne صديقتين جيدتين تمام talia is Egyptian and suzanne is British talia مصرية وسوزanne إنجليزية their parents are friends too يعني والديهم إيه أصدقاء أيضا توب معنى أيضا they talk together a lot يعني هما يتحدثون مع بعضهم البعض كثيرا they are sad when they say goodbye they are sad when they say goodbye يعني هم بيبقوا زعلنين وحزانة لما إيه بيودعوا بعضهم one day في يوم من الأيام talia and her mom talia وممتها go to suzanne's apartment يعني ذهبوا إلى إيه إلى شقة سوزان تمام talia is excited talia كانت متحمسة but she is a bit worried ولكن كانت الآن قليلا what is British food ما هو الطعام الإنجليزي يعني هيبقى طعمه إيه does it taste good هل مذاقه جيد does it taste good هل مذاقه جيد يعني هل طعمه حل suzanne says please have some tea يعني إيه أرجوكي تناولي القليل من الشاي would you like a flapjack يعني هل تحبي flapjack اللي هي الفطائر المحلل يا الفطائر الشوفان my mom and I made them أنا وماما صنعناهم suzanne has a plate in her hands يعني suzanne معها إيه طبق مسطح في يدها on the plate there are big square cookies يعني إيه في الطبق كان في كعكة مربعة كبيرة talia looks at the flapjack talia طبعا قاعدة بتبص على إيه على الفطائر اللي هي الفلاب jacks أوكي suzanne I'm very happy you made them for me talia بتقولي suzanne إيه أنا سعيدة إن أنت صنعتيهم من أجلي for me يعني من أجلي but what a flapjack she asks هي بتسأل بقى هنا talia بتقول لها إيه هو الفلاب jack إيه هو الفطائر جي راحت suzanne قالت لها إيه suzanne says يعني suzanne بتقول لها there are cookies يعبر عن فطائر I made them أنا صنعطوهم with oats بي أشوفان butter الزبدة and honey try a little والعسل try a little يعني قربي القليل I get repeat after me تمام أنا كتبها في السطر اللي بعده تاني بقول suzanne says يعني suzanne بتقول there are cookies إنهم معبر عن إيه كعك محلاة تمام I made them أنا صنعطوهم with oats بالشوفان repeat after me with oats butter زبدة and honey والعسل try a little try a little يعني قربي القليل talia's mom smiles too يعني مام التالية إيه تبتسم أيضا to هنا بمعنى أيضا t-o يعني بمعنى أيضا talia tries a flapjack talia بتقرب إيه flapjack اللي هو الفطوئر it's delicious يعني إيه إنها لذيذة it's delicious I love it أنا أحببتها تمام she says يعني إيه هي بتقول كده how do you make them talia بتقول لها how do you make them يعني أنت زي صنعتيهم فالسوزان says يعني سوزان بتقول لها it's very easy هي سهلة قوي next time المرة الجاية إن شاء الله you visit us لما أنت تزورينا you visit us تزورينا we can make them together يعني إيه إحنا حنصنعوهم مع بعض talia says what a great idea يعني لها من فكرة رائعة what a great idea this is how suzain and here mom make flapjacks يعني هذه الطريقة التي تقوم بها suzain وممتها لأداد فطائر الشوفان repeat after me please melt the butter sugar and honey in a large pan over low heat melt the butter يعني بدوب الزبدة sugar sugar and honey والعسل in a large pan in a large pan في مقلاة كبيرة over low heat على نار هدئة over low heat over low heat add oats and salt يعني بضيف إيه الشوفان والملح add oats and salt add oats and salt then stir وال وبعدين بقلبهم جيدا تمام bake for 20 minutes bake for 20 minutes يعني إيه يعني بضعهم في الفرن لمدة 20 دقيقة bake for 20 minutes when the flapjacks are cold عندما يبرد الفطائر لما بتبرد الفطائر slice into small squares slice into small squares slice into small squares يعني بضع بطح للمربعات صغيرة المكونات 220 جرام butter 220 جرام butter يعني 220 جرام من البطر اللي هي الزبدة 150 جرام brown sugar 150 جرام brown sugar يعني 150 جرام من السكر 150 جرام honey 150 جرام honey يعني إيه يعني 150 جرام من العسل 440 جرام oats 440 جرام oats يعني 440 جرام 10 جرام salt 10 جرام salt يعني 10 جرام من الملح listen and write true or false number one talia is from Egypt يعني talia من مصر true yes talia is excited يعني talia متحمسة yes بيقول لي number three يعني true yes number three suzanne goes to talia's apartment يعني suzanne تذهب إلى إيه إلى شقة talia طبعا false ليه قلنا false غلط لإني هي المفروض من talia goes to suzanne's apartment يعني إيه يعني talia هي اللي هتروح شقة إيه شقة suzanne تمام يبقى suzanne goes to talia's apartment أقول false غلط read order and write read اقرأ order رتب and write اكتب طبعا في number one ما دينا كلمات oats اللي هي الشوفان stir يقلب add يضيف and where well جيدا هقول إيه add oats and stir well add oats and stir well يعني إيه يعني أضف الشوفان وقلب جيدا تمام number two cleaned الماضي بتاع اللي هو الباست بتاع clean ينظف cleaned نظف bike دراجة here حاجة لها again مرة أخرى وشي هي هقول she cleaned here bike again talia learns to make flapjacks talia learns to make flapjacks يعني talia تتعلم صنع الفطائر الشوفان اللي الفطائر المحلى complete the sentences with words from the box يعني أكمل الجمل بكلمات من الصندوق عندنا redo يعني إعادة فعل الشيء تمام repaint إعادة طلاق أو دهان reclean يعني معناها إعادة تنظيف و reread إعادة قراءة هوكي بالري اللي في البداية دي بمعنى إعادة حاجة هعملها مرة تانية تمام الري اللي في البداية اللي هي prefix يعني في البداية prefix يعني في البداية الري تمام redo repaint reclean reread تمام number one بقول the colors of the room are not good يعني الألوان الغرفة مالها مش حلوة he will repaint سيعيد طلاقها تمام طيب number two his car is dirty سيارته متسخة he will reclean it هو سيعيد تنظيفها number three please redo the bandaid يعني قعد وضع ضموضة أخرى تمام number four the story is interesting يعني قصة رائعة she will reread it يعني هي ستقرأها مرة أخرى تمام هتعيد يعني خراءتها طبعا يا great four أنا مستمرة معيكم لسه في نفس الدرس ده إن شاء الله هنزل لكم حلقة تانية بوريكم كل حاجة عن flapjacks بالصورة بطريقة عملها بكل حاجة فانتظروا إن شاء الله بعد الفيديو ده مباشرة هنزل لكم حلقة بشرح فيها كل حاجة قدامكم بالتفصيل أتمنى من الله إن تكون حلقتنا عجبتكم وتكونوا استفدتم منها ما تنسوشوا اللايك والشير والسابسكرايب عشان يصلكوا كل جديد والدعاء لولدتي بالرحمة والمغفرة good bye